النهاردة كمان الرئيس اجتمع مع مجلس الوزراء مع المهندس شريف اسماعيل بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والتموين والمتحدث باسم رياسة قال ان وزير التموين عرض الجهود اللي بتقوم بيها الوزارة علشان تحافظ على استقرار الاسواق وضمان توافر السلع الغذائية بكميات واسعار مناسبة والرئيس وجه بدرورة العمل على عدم زيادة اسعار السلع وتكسيف الرقابة والحملات على الاسواق علشان موضوع الاحتكار والاسعار المبالغ فيها كمان وجه الحكومة بالتنسيق مع اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية برضو عشان نفس الغرض ده والرئيس تطرق للاجراءات اللي بتتخذها الحكومة علشان يتم التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والوزيرة غادة والي على ذكر طبعا الحمال الاجتماعية وتكافر والكرامة قالت انه هيتم تخصيص مبلغ مليار جنيه مليار ونصف جنيه اضافية للبرنامج